موسيقى بين أحضان الطبيعة الخلابة منتجع نسمة جبل في ريف القرداحة يحتضن منافسات الدورة الرابعة لبطولة المنقلة لتكون البطولة منافسة في مكان الجمال عنوانه هذه البطولة هي تأكيد على هذه اللعبة التراسية اللي هي موجودة من زمان كتير وهي لعبة شعبية بالمنطقة وكل المنطقة بيلعبوها يعني وهلأ نحن عم نحاول أن هذه اللعبة تكون تنتشر منتجع بمنطقة هي بتدعم هذا التراس وهو الأساس منها حبينا نحن نشجع الناس وندعيهم حتى نعمل هذه البطولة عنا بالمنتجع لأول مرة نحن مبسوطين كتير وحابين دائماً ضل أن نحيي هذا التراس بشكل دائم هذه اللعبة هي جزء من هذا التاريخ الذي نتغنى به بسوريا هذه الحضارة ببعد الإنساني وعمق التاريخي هناك العديد من الروايات حول قدمها وتاريخها 1200 قبل الميلاد تعود للعصر للتاريخ مصر القديمي تعود هناك لوحات عثرة عليها في معبد جوبغلي في شمال تركيا أيضاً 32 مشاركاً من أعمار مختلفة يجمعهم شغف التحدي الحمد لله أنا بطل للنسخة السابقة من بطولة الجاموري للموقلي وهذه النسخة إن شاء الله نتأمل خير كمان نتأمل خير بلا بيت الموقلي تعني لنا كتير نحن ورسناها عن الآباء والأجدار يعني من تقريباً أكتر من حوالي شي 17-18 عام أنا بمارس اللعبة اللعبة الشعبية زهنية حلوة كتير أنا مشارك بشكل دوري تقريباً يعني أحياناً من قطاع بس كل مستوى صاروا أسادز يعني صاروا بطولة ماسترز اللعبة زهنية ومحبوبة من قبل الجماهير كلها محبوبة حالاً بالعباء أنا من 15 سنة شاركت بكل البطولة والله بتعنيلي كتير لأني أنا بحب تفكر وهي فيها فكرة كتير عمري 13 سنة هاي أول جول اللي حد الآن عمه فائل ليست مجرد حجورات صغيرة التركيز والحضور الذهني القاعدة الأهم في لعبة المنقلة والتي تعتبر لعبة شعبية بامتياز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر